ترجمة نانسي قنقر للمبادر نضيفة مباشرة نضيفة موضوع نضيفة أميلة و نصف ميلا نضيفة ملح نضيفة ملح انا احبب باباد للدهم الفارينة لطمو الأجينة و انا احببت هذه الزرارة كل واحد تحبو تستغنو عليهم انا احببت حلاوة و سانج تحبو تضيفه ثاني جلجلان هذا يرجع لكم و نجوزه مباشرة لطريقة التحضير اول شيء نبدأ بها نضيفوا الكاس على الحليب الدافي نضيفوا الكاس على الماء الدافي نضيفوا الكاس على الماء الدافي نضيفوا السوائل كما را هو موضح هنا نضيفوا نصف كاس على الزيت الملانج بين زيت زيتون و زيت صنجو اذا احببوا اصدروا زيت صنجو اذا احببوا اصدروا زيت زيتون هذا الشي يرجع لكم نضيفو مغير فاع الخل ما اعتبرها كمحسين مغير فاع قهوة ماشي تعقل نضيفو الخميرة و نضيفو السكر نخلطوا هاد المقادر كامل مع بعد اخذيهم التفعلوا 5 دقائق و نقوم بتتبع الى بعد ان اخذت كامل سوائل مع كاميرا موضح نقوم بتغطية الى تفعل المحل نغطيهم بهذه الطريقة و نقوم بتتبع الى تفعل تركتها 5 دقائق و تفعلت الى الخميرة بهذه الطريقة هذه المرحلة يجب عليها لكي تحصلوا على نتيجة ملاحة تحصلت على هذه النتيجة تفاعل الخمير فإنه لا تستطيع قصير سوف تنجح كثيرا انا لا يمكنكم بالأمر لكي تشرب فإن الان يستطيع اجينا نضيف الكمية یهو الأولى نضيف الملح مصص مغرفة كبيرة الملح لا نضيفه بعد الخمير بإستطيع الملح و الخمير و اضع الاختياري اضع الى العجينة حتى نحصل على العجينة والقاومة الى نحن استعمل يدي احسن لا نحب نقوم بهم باستعمل قاومة الى العجينة حصلت على القاوم كما رأيهم أخيرا نضع العجينة هنا مليح نضغي الباسينة التي أخدمتها من البارح، يسمى هذه الباسينة سبيسيان تخمال نضع العجينة تلاسق أليس نضع العجينة على القاوم سوف أعطيكم نتيجة أرواع نضيفها كما راكم وضح نضيف زيت في العجينة وفي الباسينة ونضيفها تخمر للمرحلة الثانية نضحن الباسينة بها الطريقة نضيفها بشوي زيت الخبز هذا الفاشي مليح يسمى ما يحتاج دلك وحتى حاجة بالتخمر يتم تحصلوا على نتيجة روعة نضيفها في الباسينة نضيفها بها الطريقة ونضيفها بجيحة ونضيفها تخمر بعدما تخمر نشكلها خبيزة ونضيفها في سنيوات ونكملوا بقية المراحل معها ثم قوم بتحضيل المراحل نضيف فرينا �로ك?.. فرمكة فرمية نجيب شمية فرملة نجيب شمية فرملة نجيب شمية فرملة نجيب شمية فرملة نعود نحبط الخمور كما راهم وضح اجد علي اذن الله تلاتة خبزات نقطعه بلا كوبات نشكلوا خبيزات نحاولو نديرو الحجم و الى ما تعرفش توزن تقسيم العجينة اعلى 3 الكمية اللي اعطيتها لكم ادي لكم 3 خبيزات ما كبر ما صغر نشوفو الحجم التاحهم سنوال نخدمو بهذا الشكل كيمرا هم وضح هنا نشكلهم بهذا الطريقة 3 خبيزات كيمرا هم وضح هنا ثم نحلوهم باش نخليهم يخمروا للمرة التالية كل خبزة نحلها نديرها في السنوال ثم نحلوهم على بركة الله معا بعد نحلوهم بهذا الطريقة انا رح نطيبهم في السنوال البيتزا فاستطيبت فيها مقبل عطتني نتيجة ما شاء الله وهي السنوال الطيب الخبز والبيتزا طيبهم بطريقة روعة يسمى مامل بخيت تاحهم غيزونا بالإديرو 30 ألف ما شي حاجة كبيرة انا نحلو بهذا الطريقة كيمرا هم وضح يسمى مامل لعجينة كيرو بوزيت رح يتمدلي الطعف الحلان نحلوها بشكل دائري نحلوها بهذا الطريقة حطيتها في السنوال لماذا حليتها في السنوال قبل في السنوال بسبب السنوال حليتها في السنوال حطيتها في السنوال السنوال 1 سنتيمتر نجعلها تخمر للمرة الثالثة حيث نزوق الخبز بالطريقة الخبز التركي و ندخلها الطيب نكمل الخبز التاعي في الحلان و نعود و نعود و نعود و نعود بعد المخبز نحن نفعل هذا التزواق الذي يفعله الأتراك من فوق بهذا الطريقة بسبعتين أبرك نفعل هذا التزيين بلوتوف نطرسي و همليح سمحوني كما نقول نكون حجة سامبل و شبه نبال نعمل نحن نكمل بهذا الطريقة كامل حبيبة تاع البيض اللي قلتلكم عليها هايليك بو نزيد عليها مغير فخل باش ننحي الريحة تاع البيض هايليك مغير فصغيرة نضربوا حبيبة تاع البيض مليح نضيف الخبز نضيف الخبز نضيف الخبز نضيف الخبز نضيف المحب يسمى الخبز ماشاء الله بعد ما دهنتوا بالبيت كامل كما راكم تشوفوا نبدأ ونرشو هنا بالسانوج تحبوا تديروا يسمى الجلجلة من الفوق ولا حبة حلاوة هاد الشي اختياري انا ندير السانوج ولا حبة حلاوة بهاد الطريقة عشوائية يسمى تمدلي نتيجة شابه ومنظر شباب تاني ندخلوه مباشرة يطيب على مئتين دراجة ونضع سنيوة في الواسط الكوزينيار لا نضعوه فوق ونضعوه في الواسط باش نتحصلوا على نتيجة روعة ندخلوه مباشرة يطيب نضعوه في الواسط الكوزينيار كنت صخنتها مقبل يطيب انتلاقو الخبز لبنة تحصلت على هاد النتيجة كما راومو الضحي هنا طب ما شاء الله نضعوه من تحته كيف اشطب اعطاني هاد النتيجة انا من عشاق زيت زيتون نحب نضعوه خفيفة كما راهم وضحة هنا نضعوه كامل بزيت زيتون باش نضعوه الدوق ويمدله لمعه نقسم لكم الخبزة كيفاش تحصلت عليها من فوق يسمى اعطي لكم واحد الوصفة خبز تركي مع بعض الاضافات دياولي تتحصلوا على واحد النتيجة بما انه العيدة او الجيل تحصلوا على النتيجة ولا ارواع نقسم لكم الخبزة معابا نقسموه بهاد الطريقة شوفوا كيف شوي تقسم واحد الخفية والريحة كيكانة ما شاء الله احنا لو سخون بالذات يسمى سمحولي لبنات ما قدرتين نمسوا انا مش ننصحكم الحاجة اللي ننصحكم بها انقلكم جربوه ما رحش تندموه على الوصفة وصفة ما شاء الله هاولي كل خبز دياننا حصلنا على نتيجة راكم تشوفوا فيها بعينيكم مام الخفية شوفوا نقلكم مرحبه بكم في قناتي ديلولي جامع ابوني وكما تجيب الفيديو مع الأحباب والأصدقاء انقلكم مرحبه والف مرحبه عشان نقولكم صحيح شاكم سلام سلام